قبل أن أترجم هذه الفكرة إلى ما له علاقة بالنموذج الديني والنموذج المادي وأن النموذج الديني يقي حتى من الجنون وأن النموذج المادي يتاخم الجنون أكثر وينذر به أريد أن أعمق شوية الفكرة كيف؟ تسألت قبل أسابيع وفعلا حين أجريت تقصيا سريعا وجدت أن كلامي في مكانه تذكرتها كذا لم ألاحظ في حياتي لم ألاحظ في حياتي أن طفلا دون العاشرة مثلا من عمره أصيب بالفصام طفل مجنون في أطفال يولدون بتخلف عقلي هذا شيء ثاني هذا موضوعات جينية جينيتيكلي وكذا موضوع ثاني هذا طريقة جينية تحدث إنسى فنتحدث عن تخلف عقلي وقد يتظهر بعواق جسمي لا 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 تحدث عن المرض العقلي الفصام الجنون تقريبا ما في أطفال مجانية لما رجعت أتقصى وجدت أن العلماء المختصين أن العلماء المختصين الأطباء النفسين بالذات قال لك تقريبا لم تسجل حالات فصام أطفال دون الثانية عشرة وبعضهم ذكر حتى الخامسة عشرة هذا شيء جميل جدا جدا أثبت ما حدثت به ما حدثت به لماذا لماذا لا يجن الأطفال لماذا لا يفصم الأطفال الأطفال لا يجنون الأطفال لا يفصمون لأنهم شعاراء لأن ثروتهم من الخيال أيها الإخوة وفيرة جدا 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 الطفل يعيش بالخيال أكثر مما يعيش بالواقع على أنه لا ينكر الواقع يمتلك الواقع بقدر ما تسمح له ظروفه وإمكاناته ويتجاوزه دائما بالخيال أليس كذلك ولذلك ليتلستوي عنده مرة دراسة بسيطة عن الرواية يقول فيها أعظم روايه والطفل وفعلا نحن كلنا نلحظ هذا ابنك يعود من المدرسة وقد وقع له حدث بسيط مع زميلي في المدرسة تسأله لا يقص عليك الواقع كما هي أبدا يأتيك عشرة في المئة وقاع وتسعين في المئة تبهيرات خيالية رواية عجيبة غريبة لذلك اقترح بعض الأذكياء أن الشعراء الحقيقيين تصبيع الخيال أبعد جدا من الجنون من المناطقة والعلماء وحتى الفلاسفة كل الذين يريدون أن يكون تفكيرهم وإبداعهم محكوما بقواعد صارمة بحدود محدودة أقرب إلى الجنون من الذين تسمح لهم موايبهم والإبداعية أن يحلقوا بجنحي ماذا؟ الخيال اعترض بعضهم بواقعة إدغار ألمبو القصاص والروائي الأمريكي الشهير والمشكور جدا على مستوى عالم إدغار ألمبو لقد جن الرجل عند تفحص حالة إدغار ألمبو صدم صدم الناس أن هذا الرجل الذي كان يتظاهر بأنه قصاص ورواعي في الحقيقة منطقي إلى درجة مغلقة منطقي جدا صارم جدا في قوعة تفكيره حتى أنه كان يحتقر لعبة الشطرنج كما هي ولما سؤل لماذا؟ قال لأن فيها فرسانا وخيولا وقلاعا أكثر مما يجب كالشعر وفضل لوحة بقطع صغير سوداء كالتي تكون في الرسوم الهندسية قالوا هذا هو سبب جنوني لم يكن شاعر حقيقيا لم يكن صاحب خيال محلق حقيقي كان يفتحك تقريبا إذا لك جن عجيب شيء غريب هذا إذن لا يجن الأطفال ولا يجن كل من بقيت فيه روح الطفولية أقول لك النموذج الديني يعطيك هذه الروح يعطيك إمكانية تفسير لا متناهية دائما حتى للأحداث التي تخصك شخصيا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء والضراء هذه قد تكون قد تكون فقدا للمال فقدا للحميم فقدا للإبن وقد يكون الإبن الوحيد كما قصصنا أكثر من مرة وقد يكون فقدا للصحة والعافية شللا مقضا أو غير ذلك ومع ذلك صبر فكان خير الله يقول عيه السلام وليس ذلك إلا للمؤمن ليس ذلك إلا للمؤمن عجيب مورونة نفسية تقيها من ماذا؟ من أن تجن لماذا؟ لأن الغضب الذي يبعثك على الانتقام وعلى رد الهد أو الضربة قال تبارك وتعالى سيفضل بك الجنون لأنك تحاول المستحيل تحاول الذي لا يحاول الله شديد المحال رأيت الله أكبر كل شيء أكبر من كل شيء أكبر كل شيء وأشده محالا والله شديد المحال من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة غضبان على الله هو غضبان لأن الله لم ينصره الله لم ينتصر لضحايا لم ينتصر لضحايا الله لم ينجح ابنه في الامتحان الله لم وفق في زجته الله 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 ما بدأ؟ غضبان؟ تريد أن تنتصر؟ أن ترد ضربة كما يقال؟ الله قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء بسبب إلى السماء. ما سبب الحبل؟ جيب حبلة ارضبطها في السماء. أشنق نفسك؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع لام الأمر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ؟ هل هذا الغضب وهذا الكيد وهذا الاحتيال؟ سيذهب غيظك؟ يحقق لك الانتصار من شديد المحال لا إله إلا هو؟ أبداً. بهذا الآن خطر لي وأنا أتكلم كلمة قرأتها للرحل الكبير وأحد كبار علماء الفلك وله فضل كبير فيما يتعلق بالبحث عن الذكاء خارج الأرض. كارل سيغان صاحب برنامج وكتاب الكون المعروف جداً جداً. وصاحب الرواية المشكوة تانيين عدن وأيضاً كونتاكت رواية الاتصال العجيبة الممتازة في الاتصال في كونتاكت قال عبارة قال الكون واسع جداً. ولو لم نكن إلا نحن إذا ما في هذا الكون كله إلا إحنا البشر. فسيكون هدراً فضيعاً. سيكون هدراً فضيعاً للفضاء شو هذا فضاءات تقول لي بتسعين مليار سنة ضوية ويمكن الفضاء الحقيق خمس مئة وخمسة وسبعين مليار سنة ضوية والأرض مش الإنسان الأرض يقطعها الضو في كم مليار سنة في كم مليار في كم دقيقة في كم ثانية في ثم ثانية. الضو يقطعك ويقطع كوكبك في ثم ثانية لكن يقطع الكون الآن على الأقل يحتاج إلى خمس مئة وكمس سبعين مليار كون المرصود وغير المرصود. قال لما في الش اللحنة هذا هدر عظيم للفضاء جميل سؤالي هنا خطر لي بمعيار من ولماذا كان هدراً لأن كارل سيغان عاش ومتى ملحدة للأسف الشديد هذا أحزاني جداً جداً. أن يموت مثل هذا العبقري الجميل في كتبه وفي أفكار وفي لغته ورطانته حتى بالإنجليزية من أروع ما يكون للأسف أمر الله أن يموت ملحداً. حزاني جداً حين مات ملحدة كنت أتمله وغير ذلك على كل حال بمقياس من بمعيار من من منظور من أنتك ملحد لا ينبغي لك أصلاً أن تستخدم هذه العبارة أنه هدر هدر ماذا هدر وتوفير واقتصادية. هذه معايير تشبه ماذا بالحكمة والعقلانية لما يكون هذا يكون مبدعاً لخالق لا يهل له عاقل حكيم مقدر وخلق كل شيء فقدره تقديراً. حينئذ تكلم لي عن عن الهدر والاقتصاد لكن أن تكون ملحداً وتقول الكون جاء من تلقائه والكون أزل بطريقة ما ولا تنمك إلا هذا هذا ليس تفسيراً مقنعاً لأي أحد ثم تتحدث على الهدر. ليس اللغة الفكر لا يسمح لك العلم نموذجك المادي لا يسمح لك لكنه فعلها وهذا من تنقضاتهم وهي كثيرة جداً دون أن يتنبه إليها دون أن يتنبه إليها. واضح إذا هدر كلمة هذه تشيء بشيء آخر هو يبدو أنه لم يكن واعياً به لم يكن واعياً به واضح يا إخواني على كل حال نعود أعتقد أنني أبرجت فكرتي في قرب النماذج الضيقة من جوهر الجنون من جوهر الجنون ولذلك الدراسات الطب النفسية تؤكد طبعاً أن المتدينين في معظمهم مش كل متدين طبعاً لأنه التدين أنماط كثير جداً جداً بعض الناس تدين شكلاني لا علاقة أقرب إلى الحاد سميته الحاد المؤمنين الحاد المؤمنين لا 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 التدين الحقيقي الجوهري القائم على الإيمان والرضا والتسليم أمل وعزاء أمل وعزاء الدين أمل وعزاء الإيمان أمل وعزاء هؤلاء في مجملهم أكثر صحة واستقراراً وسعادة من غيرهم دراسات غربية يقوم بها حتى ملاحظة قال لك هذا الواقع ما نعمل هذا الواقع وفعلاً بلا شك لماذا؟ النموذج الواسع المرن عنده قدرة استيعابية وهو أقرب على فكرة إلى أن يمدك بأسباب خصوبة الخيال أن يجعلك أكثر عبقرية أكثر عبقرية بلا شك نعود إلى الفكرة الأساسية في خطبة اليوم أن جيمس ويب لما نشر المسؤول في ناسا صوره الأولى التي خلبت عقول وأبصار كل من وقف عليه وراءه أو هي بلا شك فعلاً يعني شيء جميل جداً جداً